تحرك أممي لاستئناف المباحثات وإعادة المسار السياسي هكذا تسير الدبلوماسية الدولية والأمم المتحدة في طريق تنفيذ اتفاق ستوك هولم الاتفاق الذي وصل إلى نقاط اختلاف عديدة خاصة تلك المتعلقة بملف الحديدة الحكومة في وقت سابق قالت إن المبعوث الأممي ينحاز في معظم تحركاته مع طرف الحوثيين في الوقت الذي كان للرئيس هادي رسالة حادة وجهت للأمين العام للأمم المتحدة اتهم فيها غريفث بالتماهي مع ميليشيا الحوثي في الالتفاف على اتفاق السويد بشأن الانسحاب والتنفيذ غير الفعلي من طرف أحادي تلك الرسالة دفعت غتيريش لطمأنة الرئيس هادي والحكومة إزاء تنفيذ اتفاق الحديدة وأداء المبعوث الأممي مارتين غريفث مؤكدة أن الأمين العام غتيريش أخذ كافة الملاحظات بعين الاعتبار لكن التساؤلات القائمة تبقى حول فرص نجاح المبعوث الأممي في استئناف طريق السلام رغم التشكيك في تحركاته السابقة والتهكم الكبير من طريقة تعاطي الأمم المتحدة مع طبيعة الصراع اليمني وأبعاد الحرب الحقيقية ومسبباتها وهي تساؤلات تقود للحديث عن مدى قدرة الأمم المتحدة هذه المرة على وقف التصعيد العسكري في الحديدة وعلى الرغم من أن المشهد السياسي يسير نحو مرحلة جديدة من عدم الثقة بحسب مراقبين إلا أن الرئاسة اليمنية أعلنت تلقيها ضمانات أممية بالالتزام بالمرجعيات الثلاث وضمان تنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح مرحلة جديدة من البحث عن حلول الأزمة والعودة إلى طريق السلام في حرب تضاعفت تبعاتها الكارثية وأعادت البلاد إلى مربعات العنف والأحفاد المترامية